مجموعة المعهد العالي لإدارة المقاولات هي مجموعة تم الإحداث ديالها سنة 1971 بظاهر من طرف جلالك الملك الحسن الثاني الطيب الله وتعالى المجموعة خدت هذا الإطار ديال المقاولات ودفلق من الإسبراء الإنترابيناريال كم أقس ديالوكما لتطوير المعهد وتم تعتير واتخاذ هذه الفكرة ديال المقاولات وتدريس المقاولات في مجموعة من الأقس من المحاور عندنا الأقس فورماشن لفيها دراسة للافورماشن انيسيال منها لسنس فوندامنال انسانس ديالي ويتم تترين لاشياء تسببها المنظر الأقس فلاليات قدمية والجمهد هل تتخت Student.خص منظر أن تسبب لا يت criした المقاولات? نفس الشخص الم conductor ام يحصل الأقس بعلية يا كين من التеличيد وقوم وضعه معاهد مثلا res may pass من العالم ، فيها منظر هنا كما يتحدث للسنة الرابعة لا , المعارفة هناك منذ حينما يتحدثني لدينا مجال الجميع في المنزل العمل يتحدثون مجالة في تحلية المنزل في تطبيق الأصدر في كرا دي المقاولات وعدنا داكا تيرا لدارو دي سوتنانس في الانترابرنارية في ميني في الانترابرنارية فاميليال كينماز ديزاكتب تيليدار هم لغوب اوسي بحالا كنونسيان اوك بانكوف افريكا اللي كانت واحد البرنارية بين البانك والمعهد العالي اللي ستطوير هاد الحادنة اللي كتتوفر لحملات المشاريع والطالبة ولتطوير حس المقاولة وكتساعدهم على انجاز المشاريع ديالهم من الفكرة لغاية تحقيق المقاولة كين ديزاكتب تيخرين كديرو من معدف هذا الاطار اللي بحال كين واحد البرنامج ديال اللي هو واحد الملتقى ديال الشركات والطالبة اللي تطوير الالتقاء للطالب للطالب بالشركات كين عدة شاركات وانشيطة اللي كي ديرون المعهد كين مع لشامبه فرانسيز د كميرس اللي غا تكون يا شارك ديال المعهد في الكارفور دي ماناجر كين شاركات مع مؤسسات في الخارج اللي تطوير دكتور امين زنجاري اولا نبغوا نتعرفوا على الشعب اللي تتوفرها المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في الضرب بالنسبة للطالب بالنسبة للشعب اللي تنظر حنا عدنا ثلاثة شعب اللي هو الشعب الأولى اللي عنده علاقة بالمالية والفينانس والشعب الثاني اللي عنده علاقة بالماركيتينج اللي هو تسويق والشعب الثالثة اللي عنده اللي خطرور الجيشون بالنسبة لك ما عندنا لك انسؤال دي فاتجيه ما عندنا لشعب اللي يمتعلق بالمقاولة الانترابرناية لا ما عندنا شهده ولكن احنا اشد الفكرة دينا كفكرة دي الكنسي ولا الاساتيدة ولا الاضارة هو زرع الانترابرناية والمقاولة في جميع الشعب يعني او جو دوي انا اليو ما تنهضروا على انوديتوك انترابرنو ونهضروا مم على مركتوك انترابرنو هذا الشيء بالإضافة على نجحنا الحمد لله دابا جوستفا واشزما سبقت السؤال جلال يعني من هار خلقنا المادة أو موديول اللي واسمي تونتخو بخناه اللي دزنا من الماتير اللي هي مادة أوبسيونيل اللي دووزناها المادة أوبليغاتورة ووزنا واحد حاجة أخرى اللي هو انتفاق بالإدارة والأساتي دا اللي دلنا دوتو بروجي تاندلو دو بروجي في الكيريكولوم يعني إخدامين في البرنامج ديال البيداؤجي دياليس كهو مع الانتخباء كانت تنتخب مجرد ما يسميه البليماتيك والبليماتيك البليماتيك هو الطالبة تتكون واحد المجموعة طالبة اللي تتسيروا واحد المقاول التي يخدموا معا على مشكلات ولا عراقين طالبة ما يكون عندو باش هما يكونوا طرف مساهم في حل هاد المشكل يكون عندنا واحد النهار ولا إلئين واحد أسبوع ولا سمانة التي تستقبلها هذه الزون تخبرون تجوا عندنا هنا وتكون واحد الحفل لما يكون واحد احتفال بهذه المقاولة وحال الأمر في الزلت الأمر وأن الزون تخبرون تتعجبون على كيفاش القدرة على طالبة عدت بارت الله لكيفاش عندهم أن يكون لديهم أفكار جديدة وتعاونوا هذه المقاولة بانكوف أفريكا هنا في إسكاة عندها حاضنة إنكوباتر هو بلو سبيس وتكلمنا عليه في برنامج المقاولة عدة مرات بلو سبيس اللي تمكن مجموعة من طالبة باش أنهم يحقوا المشاريع ديالهم وأنهم تكون عندهم مواكبة من طرف مجموعة من المختصين في هذا المجال نبدأ بسي عمر زياتي مدير مرصد المقاولاتية بانكوف أفريكا مرحبا بك سي عمر زياتي مرة المخرف المقاول مرحبا شكرا للاستضافة مالعين لافو أولا نبدأوا الفكرة ديال حاضنة ديال بلو سبيس كيف جاءت الشراكة مع مجموعة لسكاة أروا الفكرة باش نستطرح لك الفكرة نرجع شوية الوراء وهو أن البانكوف أفريقيا في سنة 2008 تم إحداث مرصد المقاولات اللي الهدف دياله هو مواكبة ديالجميع المقاولات يعني الصغراء المتوسطة والكبرى وهذه المواكبة كانت تم عبر مجموعة ديال المنتوجات المنتوج الأول هو تغفر المعلومات خاصة نقوم بالليومات اللي كتهم جميع القطاعات الاقتصادية المقاولين اللي هي أساسية باش تصير المقاولة المنتوج الثاني كان هو التكوين يعني نقوم بجموعة ديال تكوينات المقاولين والمقاولين الداتيين وجات واحد المرحلة في سنة 2017 كانت واحد الخصوصية فاش كنهضرو على مرصد المقاولات هو عنده واحد تجريبة في معرفة المقاولة تسير دياله يعني مع هذه معرفة تقنية ديال المقاولة من بعد في 2017 كان مرصد المقاولة تكوين واحد مجموعة ديال الشاركات خاصة مع جميع الجامعات المغربية و جميع المدارس بما فيهم الإسكاوي أغليزيكول و الإسكاوي خرجوا من واحد الإطار التقليدي دياله اللي هو التكوين والبحث العلمي ولو كيت تعتبروا محل جامعات واحد رفع اللي خصت تطور الجهات تطور المكان فينك تشتغل وذلك تطوير برميل آلياس دياله اللي كينات تطوير حيث المقاولات عند الطلابة هذا من جهة من جهة أخرى هين باش نعرفوا الإطار لأن كل حاجة عنده واحد الإطار من جهت خاصة نعرفوا بأنه اليوم حوالي واحد خرجي الجامعات عندنا حوالي فاشكنزيدوزات تكوين البهاني عندنا حوالي واحد المائتين وخمسين مائتين وخمسين أفتر ثلاثمائة ألف كل سنة كي يجيونا لسوق الشغل إلا شفنا قطع الخاص والقطع العام يعني في أحس الأحوال في هاد بسيطناء هاد العام ديال الجائحة كي يشغل واحد المعدال ديال سبعين ثلاثمانين ألف يعني كي يبقى أنه واحد عدد كبير اللي خصنا اللغة ولي حل يعني في هاد الإطار جهز و هاد الشاركة اللي كانت متطورة مع مع ريسكاو عندنا مجيعة واحد المريفة تقنية المقاولة ومن الجيهة أخرى عندنا المعهد اللي يطور واحد مجموعة ديال سلاك تكوين فيما يخص المقاولة وعدنا الشباب يعني عندنا اللي تقوين فيه فهش جمعناهم كي يعطيكوا هاد المنتج مجرمي اللي هو هاد بلو سبيس اللي كي هم هاد هاد الطلبة وحاملين مشاريع ديال جهاز اللي يمكن يتصحقوا به وكي يتم مواكبة ديالو من الفكرة الى إحداث المشروع الآن غادي نمشي ونشوفوا نماذج من مقاولين خريجي المعهد اللي ينجحوا انهم يعني يخلقوا المقاولات ديالو منطلاقا من التكوينات والتأطير والاحتضان كذلك هنا بالمعهد ديال ليسكاو أبو بكر جديوي خريج معهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات سنة 2012 شعبة الماركتينج تسويق وأيضا خريج سيكل الدكتورة سنة 2020 ولطيس ديالي كانت على التسويق الرقمي وهي الفكرة اللي كانت عندي ديال المقاولة الفكرة اللي كانت عندي قبل قاما تخرج من المعهد لماذا بالنسبة لي ماشي أنا الوحيد ولكن في هذا المعهد كيزرعو فينا حب المقاولة كيزرعو فينا حب المقاولة لأنه كنا في القرية ديالنا كاملة خمس سنوات ديال دراسة كنا منفاتحين بزاف على عالم شير الشركات وديال المقاولين فكنتفكار بأن مجموعة من أساسيداتينا كانوا يعرضوا على متدخلي اللي تيجيوا من المنتج التخيز لديال المقاولين ولا تكونوا مقاولين من ومناصب عليا في الشركة فحنا ديالك ساعة مازلين طلباء كيف تحنا عينينا كنشوفه كنقوله امتلا قدمنا كنقوله علاش تانا من زعمش أوزي لذنك حببولينا هاد المقاولة بحدثها مغامرة ويحبون لنا كيفاش أننا نحن نحن نحاولون ندروا ما أحسن فتجربة ديال المقاولة بدأت ثلاث سنوات أربع سنوات تقريبا بعد ما خرجت من الإسكاو فبديت شركة في مجال تسويق كنت تخدم صلاريف في الشركة فمن بعد قديمة هذك المسألة دي لأنني بغيت نخرج المقاولة فبقات في الدين ديالي كنقول خاصنين نزعم وكما هي مغامرة فمغامرة تقدر تنجح كما تقدر ما تنجحش فأبخي كانت واحد اللي كنت مستعد بين وثلاث منشحات نجرب حواش خورين يا إما نرجع للسالارياء ولا نعاود نقدر نشي أكتر في محاولة أخرى مهم ما كانت الخوف بزاف على المستقبل فكانت المحاولة الأولى فاشلة محاولة الثانية فاشلة ماشي بضبط في نفس الفكرة ماشي بضبط في نفس الفكرة بقيت بشكل عام الرقمي في المقاولة الرقمية فالمحاولة الأولى كانت محاولة نقدر نسميها محاولة نايف بحكم نقص تجربة وليه ما تعلمت فيها بزاف لحواش هي محاولة أوسي اللي كتشت فيها شنية يكون عندك شارك والحمد لله كانت أول جريبة كانت معايا فيها شارك وشعجة اللي كانت نصحها اليوم بالقاع المقاولين ديفون معدناش هاد التقافة في التربية دينا اننا كان بغيو ديفون ديرو كل شي بوحدنا نحن نشوف دول اخرين مقاولة هي أفنتو سان بقتناغيين سان ناسوسياصون يعني تكتقلب على شارك وكتتعاونه مشي جوج ديفو تلاتة اربعة اتل خمسة كيف كانت نقصة؟ ماذا كانت نقصة؟ أول حاجة كان نقصة ديالي تيقا وأهم من أي حاجة أخرى يعني مني كتشوف بأنه مشي نتال واحد الذي تتقف هذا البروجيط وكان شيء آخر الذي تتقفه كنا جوج سامير فلالي هو أيضا خريج هذا المعهد والذي تعرفت عليه في هذا المعهد فهذا المعهد سيسما قلت هذا المعهد يعطينا نتورك يعطينا واحد الغيز اللي مهم بزاف واللي من غيره نقدر نقول لك بأنه الفشل سيكون أسرع ولكن سيكون أكثر كما كان هذا المعهد اللي تعاونك اللي تيكون بجنبك أكثر من ذلك يقدر يكون شريك كما قلت لك هذه التجربة كانت بجاتة نقدر نقول بفوحة لوقيتها بالصدفة بفوحة لوقيتها بالصدفة هو منين كنت أنا في سالاري في الشركة كنا نخدمه مع مجموعة من الوكالات وكانوا بانولين بفوحة لوقيتها يعني بعض نقاط الضعف فبنتمك بدأت الفكرة كين تقدر تكون واحد الإضافة نهار اللي غاني نفكر باش ندير شركات ووكالة إشهرية كين تقدر تكون إضافة مقارنة مع ذاكتش اللي كنت نشوف كنت في سالاريو كنت نخدم مع هذا الوكالات من بين الإضافات اللي كانوا كان توسكية ماركتين نيوميريك ماركتين ديجيطال فكانت عندي واحد كوين اللي عاوني بزاف وكان المغرب ديك ساعي يبدأ نقول لك في 2014 2015 بداية ديال الشركات الكبارتي هدروا على شنو غانديرو في الماركتين ديجيطال فانقدر نقول لك بنا ديال الشركة جات في واحد المومنك اللي يعني الكونتكست تعاونني واحد شوية يعني جات في المومن و ما كانوش بزاف الوكالات في المغرب اللي عندهم واحد ديال الماركتين ديجيطال من بعد أصعب حاجة مي كتكون عندك وكالة إشهر هو الكليون الأول هو أصعب حاجة دونك هذك الكليون الأول عن طريق عن طريق الريزو يعني الوحل الإنسان الكليون ديالك اللي ماشي ولا بدا كي تيقف الشركة ما كي تيقف شخص دونك من كي تيقف الشخص مستعد هو يخدم معك وخا تكون شركة سي ميكروسوفت دونك بدينا مع ميكروسوفت اللي ضيد ميكان هو أول كليون كان عندي في العجلس ماشي صعب ماشي صعب بئدنك تمشي تشوف ديكليون انخورين وتقول لهم را عندي ميكروسوفت تيتيقوا فيكتر لذلك فقدت الوكالة فالكليان الأول يجب الكليان الثاني يجب الثاني تسترابع ولكن لا يمكن أن يأتي الناس لأنه لم يكن أحد الخدمة ولم يكن أحد الخدمة لذلك بدأنا باقي تنعقل جوج أشخاص في الشركة كنت أنا أستجيخ من بعد أربعة خمسة الحمد لله دابا الشركة من بعد سبع سنين نحن ثلاثين واحد الشركة الحمد لله بياني طابلي في كازا بقيمة أجنسة المغرب نعود إلى شيء أخرى مهم وهي في بعد عامين وثلاثين ديال الشركة كان جمسي بوزي الكيشن سواء هذة شركة تقدر تمشي بأنا بواحدة شركة واحد ولا كان خاصة نقلب على شركة أخر جسما بسكو يديد أكسبرانس قبل شفت أن الخدمات تقدر تكون أسرع تقدر تكون أسهل أنا فقد أتكلم ستكون أسهل لا تقدر 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 تحديث وتعادر تحديث فئن الكيشن يوجد شركة أخر وهو حمزة التاورتي وهو خير ريج سيكل الدكتورة الاسكاو الانكوان فالوغيزو كنظروا عليه فهو فنالما سيكون دي رنكوانت الاسكاو في بارتي ده الاسكاو سيستم اللي كي خليك تلقها مع ناس اللي قدرو يدفعوك لقدام ولي كتتاة افنسي معهم ان تانك اكيب الفيجيطر هو هذا كيفاش غادي جمع ما بين العالم الرقمي والعالم الملموس المادي فهو واحد الكنسيبت اللي اللي بدا يوحد خمس سنين هذي اعتقد سعدنكو في سيخطو في الامريك دينا حنا كنا مبين سباقين اللي دينا كان نشوفوا اللي كليان ديرنا وكان بروبوزو لهم باش يديروا هاد الالسينرجي ما بين الرقمي والعالم المادي الملموس فباش تدير هاد الاسوسياشون هذي خاصك تكون مستعدنا كدخل تكنولوجيا جدا مبين التكنولوجيا تنقدر لك على الغياليتي فيرتويل الغياليتي اوغمانتي فهو كيفاش انهو برعزم واحد زابون اجردو اللي غيمشي عندك المحل ديالك تيجاري كيفاش غتقدر تعطي واحد الاكسبرينس فيها خاليط ما بين الرقمي والمادي هادا هو المستقبل هو الحاضر في بولدان اخرين بالمستقبل في المغرب احنا من دابا بدينا تنخدمو مع مجموعة من الكليان ديالنا على هاد محمد المريني المستقبل في المعادة العالي للتجارة والإدارة المقاولات للسيقران ديكل كفونداتور ديالي بديتو مع زملاء ديالي سي محمد الترطور و سي احمد تغازوت البروجي ديالنا بديناه دان كادر دان كلود باراسكولير الاسميتو ايناكتوس تابع لجامعة ايناكتوس المغرب انفت هاد البروجي هادا كي قوم على الروسيكلاج ديال ديال الزيتون اللي كالقاهوه ونا نتخدموه واحد الشابون كي ايكولوجيك هاد الديه هادا بديناه بديناه دان كادر اللي هو باراسكولير واللي حمدلله القينا الديبلوامو المساعدة ديال لسانتات دياليسكا ايه ونطمان لرسورس دياله البروجيه وانكوبه في بلو سبيس حاليا انكوبه هادا ساقريبا من دو موان غراس الى بلو سبيس قدرنا نسافدو مجموعا من لفرماشن اللي عاونات البروجيه ديالنا بشي تقدم وصلت الوحالي طا اللي هو السيكونسي دياله حاليا نوصلنا فلتا ديال بخوتوتيباج فينقدرنا ننخدو ننصنعو واحد المنتوج أولي اللي صالح للبيع ولي حاليا فلتا بمشن كوميرسياليزيوه حاليا داب احنا كان في الطور بخزن كونتاكت ممجموع المعسارات اللي كييني في الجهاز برشيد جهاز الستات باش نحاولو نتاك أبخوفيزونا من الكلماتيق بخومياغ اللي كالقاوها غير مسيبة في الموحيد ديالنا ونستعملوها واحد طريقة اللي رشيدة باش نقدر نخرج منا واحدة بخودوية اللي هو مانجر المانجر ليسنون نسمي شركات ولكن المؤددان المعهد لا معلومة تجارة وإدارة المقاولات غيرتين طلبة ديالو باش يحفزهم انهم انتاجروا المنت انتخانار ويخرجوا بشتركات ديالتاب توجه ديال المغرب بذيال توقفين الشباب والطلابات والناس والشخص والمشاريع والمشاريع التمويل بطلاحاتنا لفترنت الناس نحترين للطلابات لنستطيع هذه الانتجايفة لنقدرنا نقرأ بشكل طبقاء يحتاج في مجموعة بلناتك في الناس مجموعة هذا الناس الأجوال بلناتك في التربية وهو تربح الفلوز. ولكن partاية مهمة لكي تشعر هذه الرجالة هي المشروع المغريب من خادفة زواجب الأشخاص ومعادي المغريب المغريب لديهم تشعرين لديهم من خادف نغريب مهمة لحصولن والمغريب الذي يشعروا الآخرون مما أستمر بالنسبة أن يجиг بالنسائة ومن يكون أطلاله لكي يجب أن يتعلقون وتتقول المغريب بشكل يجبانية ومعادي كم هو المشروع بشكل تسبة لكي تلك الوضاكين من خلال الصغربي على المجال ونحاء الله نحن نبغي نفعل ذلك ونحن نعود إعادي وسجد المشكلات التي تسجلها للإس PunchESE منهم BlueSpace, منهم اللعنية والإمتراهية المغرب، وليس لرصب أتيت بالإسكالة، ونحن نبغي نفعل ذلك ونحن نبغي نفعل ذلك سوف يكون لها المتابع بميور مختلفة فيinate لويا السلام عليكم، سوف نحن نزيد منه معك جيهان محسين ك�도 نحن نعدني من المعنى عمي فياسكويفة تعالي ومكامرات نوهاي لحميم تهي في مام نبو اللي ما قد نهضره إلا ليدي دو بروجي ديالي وفت بجينا في إيناكتوس إسكايا كازابلانكا جاتني ليدي في اللول فاش دخلت الإيناكتوس بجينا كنخدم على زي دو بروجي وليدي جاتني فاش قلبت على اللي بروبلم سوشو اللي كاينين في المجتمع ديالنا لقينا باللي كين واحد المشكيل ديالتالووت لديك ليش فكرنا نحاول انا ندمنيوا هادMrP هذا المشكل هادة عد الق rund 같 فاشيسس اللي كيحولينا البقايا جisés والنفايد DIال الحوت كنحاولوهم الإمكاني اللي هو ناتورغي وبيو ما كيدرش بالثربة ماكيدرش بالنابات ويقضر ونفس الوقت أصغر أنه الفلاح الصغر كيقضر أنهم يستفدون هاد السامد هادة ويجب أن أقوم بمجانبها معهم بحصول نعم. هذه هي مهمة التواصلات وهو ما نأت بأفضل في التواصلات الأنى في التواصلات الأخرى. كتمية الأنى ألقادية الأنى نحن نحن لك في البداية الأنى هو التواصل لكي تجعل الأنى هناك معكمة الأكبر الأنى في وضع الأنذة منذ نشاطهم وإذنين هتصل معكم على فتابع البداية ومقابات الأنذة وهو الهيئة نفسي المجابي للشوريات. حتى مıück だية العلاقBooks وعالكم زياد صرحان وطالب في السنة الأولى في المعادلة العالية لتجارة والإدارة المقاولات اليوم també جدنا discernp此 Genteにおám börjar لها فكرة مشروع خاص بالتربية والتعليم. الفكرة جاءت من المعهد العالي تجارة وقدرت المقاولات كيف يحاول يحييي المقاولة في طالب دياله عن طرق العديد من الأمور منها المواد التي ندرسه في المعهد ومن خلال أيضا الأطر التربوية التي يواكبونها في العملية للفكرة المقاولاتي. الفكرة أنه تسلمي ديال الابتدائي أكثرية اللي هما لجيل المستقبل كيلقاهم مشاكل كبيرة في التوجيه ديالهم. لسونا درالي صغار على الفكرة اللي عندهم على المهن اللي كانت قديمة أنه الوظيفة العمومية بوليسي شرطي جدارمي. ما عنده شكاعة فكرة على الوظائف الأخرى. وطبيعة الحالة يكون عنده ضروري كفاءات باش أنه يصل الوظائف أخرى. هذا الشيء يأتي من النقص التوعية للتلميذ بالوظائف الكائنين وبالمهن الكائنين لهذا أنا اقترحت واحد الطبيق اللي من خلاله سيكون واحد النقطة توصل بين الفورماتور والبيداغوجي يعني البيداغوج اللي اللي كيكون في الكابينة ديال الكوتشين واللقاء الثالي الأطور التربوية بحل مسؤال من زنجاري. وأيضا بين أولياء الأمور اللي عندهم مشاكل مع الأبناء ديالهم. أنا أولدهم ما عارشون شنو يدير وشي خطار اللي كونوم يختار السيون وصول يختار الهنداسة. يعني ما كانش لهم واحد نقطة توصل. هذا الطبيق يكون حط نقطة توصل بيناتهم. يقدروا أنهم يكومونيكوا بيناتهم ويناقشوا الأمور خطر يكون انفروماتور اللي يقدر يتابع من ابتدائي دياله تل يتوصل لحد مرحلة المتقدمة في الدراسة دياله. يكون واعي ما يوصلش لسلكتانا ويقول كنا ما عارش ندير. يأخذ الباك يديروا في الأداب ويديروا في العلوم. ما عارش فينا غيوصلوا ذلك الباكالورياء. الفكرة إن شاء الله نحاولون نطوروها ونعرضوها في الميغا هاكاتون ديال أورانج يكون إن شاء الله في هذه الجمعة وسبت الحد فدل ستة وعشرين سبع عشرين تنيو عشرين نوان بير. نحاولون نعرضو الفكرة ديالنا ومشاتب بين الأفكار اللي تقبلو في الميغا هاكاتون. نقدروا مش يشاركو بيها إن شاء الله تفل يعني خارج الوطن. وتانا ما تقبلت إن شاء الله الفكرة نحاول نعرضوها على بلو سبيس وانا نطوروها خلال مع هدفه خلال اللحظة هنا. بزافة نشوف أن كينين بزافة الناس اللي تمشو بعد المدارس للتجارة أو ديال المقاولات إلى غير ذلك. ولكن كينين بخوفين وذيك الرغبة وذيك يعني واشتتشوف أن كينين بعض الطلابات اللي عندهم الرغبة أنهم من بعد التخرج يخلقوا المقاولات دياله. فعلا شكرا على هذا السؤال برسكو مهم بزاف. لأنه فعلا هنطلل حدوها تغيير كبير بين العام اللي كنا بدنا تنقرر ونضخب خنايا الهنا بزافة الحواج هو التوجه ديال الاساتي دا باش يخلقوا ويزرعوا هذه البدرة هذه ديال المقاولات. وانا اشك فيها يعني كل مرات تبقوا تنظر مع الطلبات ديرية نشوف تنقل الاستعداد ديالهم. وطل لحد من جيل الجيل تغيير كبير فهذا هو تلعب علي بالضفط كبير لما نكتبوش بأنه كان الدور ديال الاساتي ديال وكان الدور اللي واقع في التغيير تغيير اللي هو الواسات والانويغورموت أتردين لأنكم تنشوفو دبا في العالم الدور تنخبخنايا وكيف يجديرو وتنشوفو بأنه هو امتلة لناجحين سواء في النبو موند ما في العالم الأمتلة اللي هما اللي يزيدو اللي كان في المغرب اللي ينجحوا. وفعلا حاجة أخرى اللي يزاد في هذا القضية اللي هو اللي تقول الإنسان بأنه كل شيء ممكن من بعد من اللي استقبلنا الحاضرين المشاركة مع بنكا في أفريكا الواحد يشوفو أن هذا القرب ليه ما بقى شيء حاجة اللي تنقوله بأنه راه حلم ولستنفنتازم تشوفو الناس ومبعد كينحواج أخرين لنا اللي هو مهم وهو مواكبة الطالبة مع تحديثة ومدى الناس اللي عندنا اللي هو الناس والقرب ومدى الناس فعلا وستنفنت ووصدت هذا اللي هو احسن التفرح وطالب بحجزة مع الوقت اللي ما عندهم او دابا اخدامي نيزان تخو بخو نورو ممان لوك انا تن عارف بحكم تجربة ديالي بانه وليس كهو ما تخلي لك الوقت بشتحك راسك سي عمر زياتي انتم في مؤسسة بنكية عندكم حتيكاك مباشر واتصال مباشر بمقاولين حقيقيين مقاولين عندهم شركات ديالوم سواء شركات كوبرة شركات صغرى متوسطة عندكم تجار عندكم جميع انواع المقاولات يعني تجي المؤسسة البنكية يعني لا غناء على المقاول من المؤسسة البنكية ولكن الان يعني هاد المقاولين كاملين النجاح ديالهم كان ولا بد تيكونوا عراقيل تيكونوا عراقيل تيكونوا ديون تيكون فاشل تيكون تأخر في اداء المستحقات في اداء الفغنساء اداء ديال الدولة مثلا لهادك المقاول مثلا لتطلع عليه الدولة مثلا لما تتخلصوا شيء وتيبقى في العسر الى غير ذلك فهناكين واحد الحياة ديال مقاولة وما كتشرحوهاش لهذاك الطالب تتقولوها المستقبل ديالك فين كين صحيح اني فاشق فاش قتلك فاش كيتجمع جوج دياله جوج دياله دوز اكتور عندك اينبانك وليكورة كل واحد كي يجيب معه تجربة دياله واتجربة دياله اساسا عبر مرصد المقاولات هي تقريب لاسنتيزي لهذا المشاكيل وهذا الشي اللي واقع بالضبط يعني كتشولوها الواقع شنو فيه اه صحيح يعني والتدك التكوين اللي كيتش دار من بيتت حاول امكان واناخده باعلا تبار المشاكيل اللي 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 الواقعية يعني لمشي كانت تخلفوا اية تكوين نوكيوري ماهلا كتزولة شوف كان المشاكيل ليل كيفاش تاخد انبان كوماند كان مشكل انك خدمتي ولما هديش تخلص كان مشكل انك بغتي الفينانسمن وما كانتش هناك مشكلة أن المنتج الذي كانت ختمته وطورته وخرجته للسوق ولكن لا يوجد سوق هناك مشكلة المنافسة الخارجية يعني المغرب رأى مرساة مجموعة للشركات هناك مشكلة الانفورمال القطاع غير المهيكل القطاع غير المهيكل في المعنى لا يبدأ اليوم يخرج يبدأ القطاع غير المهيكل لا يوجد سيد المهيكل لا يوجد ضرائب ولكن يوجد نفسه الآن سوف نرى نماذج من مقاولين خريجي المعهد الذين ينجحوا أن يخلقوا المقاولات منطلاقا من التكوينات والتأثير والاحتضان كذلك هنا بالمعهد الذي يسكى السلام عليكم اسمي محيدين أفضل طالب السنة الرابعة بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات احنا اليوم شاء الله باش ندوه على واحد ليدي دونتخب خناعي اللي قدرنا أننا نطوروها بمواكبة مع المصر الدراسي دينا في المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات الفكرة الأساسية هو أنه بدينا في الأول بمكتب الدراسات المالية يعني إحنا أننا ندرسو الحالة المالية للشركات في بعض القطاعات المعينة وكنديرو مثلا واحد دي رابور ليهو ما سيخدمون يعني أنهم اللي غيجي عندنا المستثمر اللي غيكون مثلا عنده واحد رأس المال وبغي انفستي مثلا في واحد القطاع اللي هو مستثمر في المغرب غيجي إحنا كنقدروا مثلا يكون عندنا لأكسي لجميع الحالة المادية دي جميع الشركات كنديرو الأبحاث دينا كنديرو اللغاب بوغ دينا وكنعطيوه لذيك المستثمر اللي كيكون هو بالطب مسبيسيفي فيه مثلا الشركات ولا القطاع ولا مثلا الكابيطال اللي عندو وهو عيبا هو بالارتكاز على هذوك الأبحاث ولا هذوك الأرقام اللي كنعطيوه كيقدر يأرابوري لديسيزان داستيسمان ديرو هذا المكتب الدراسة اللي هو إحنا كنحاول ما أمكن نجيبو دي نوفل زيدي وننفيدرهم في التقافة التقافة استثمارية في المغرب يعني أنه ما نكونوش غير كن أعتبرو مثلا للشركة وش أرباح ولا مثلا الخسائر ما إحنا كندخلوه في تسكي جيسيون انترن إحنا كنحاولو نرغل مستثمر في إنه هم القطاعات اللي هما من هنا الوحد عشر سنين ومن عشرين عام غيساهمو في تقدم دي المغرب والول إحنا الأولوي دينا هي الديفلوبم دي الإيكونامي ناصرنا دينا إحنا نشوفو مثلا الانديفوديويل زي ما الرفح الداتي يعني في واحد التوجوه اللي هو وطني والحاجة الثانية اللي كنا فكرنا فيها هو أننا يكون عدنا واحد ان كونسرفاتوار ديناسيون اللي كي فا غنصب للعنصم دي زيديون اللي هما مثلا في توسكي جيسيون فينسي يكونامي وكنشيبو بعض مختصين في المجال اللي كي قدروا يدروليهم بعض الوراشات المواكبة دي التعليم ويووريهم بالتعليم جل ثانية.. وذلك الشيطان هي تساة وزسكي أن هناك الرخ streamlined أجل الزثر من جلسان أنه لا يتدخل في التعامل الانترنت فهو سيكون يساعد للتعامل ونحن نضع الموارد البشرية سنقوم بها بطاقة الافعة ويستطيع أن يخرج من الدراسة أخرى التي تتعانب التجارة والتسيار والتي سيستطيع أن يكون واجد لتدخل في صفحة الشغل معكم اسمه الإلمداني أنا طالبة في سنة الرابعة في ديسك كازابلانكا ويستطيع أن تدخل في أورانج سامر تانيج هذه المسابقة تنظمت من طرف أورانج بالتراكة مع إي واي وغوغل ويستطيع أن يعمل على تأثير اجتماعي في المجتمع هذا المشروع كان عبارة على المشروع الذي يجب أن نختار هذا المشروع هو أنه يجب أن يكون الكثير من الناس ويستطيع أن يكملوا الحصول على التروية بسبب مجموعة المشاكل ويستطيع الناس ومن المفضل أكثر على طريق من ذلك. لذلك لن يكون المسجنة من الججرية ومن المنزل من ذلك المنزل من جدًا المنزل من المقبضة لفضل تغيير ومن المنزل من الناس تفضلهم ومتنظرهم لتكون مستقلة ومشتنة. ثم يكون المنزل الإلكتروني الذي يعني أنك تكمل المنزل من أشياء في حالة إلا كان عندك شيء مشكل فيهم بطريقة هي مستقيلة وهذه المعلومات التي يتم الجميع بفضل الدكاء الإصطناعي يتم إرساله للسيت ويبطة التي تقرأها في ديالنا وهي يجب طمال دوبشيات التي يجعلون المدينة يتكومونيكا مع المدينة السلام عليكم معكم علي سلاطين طالب سنة ثانية من سيكل لدينا ولكن ديالنا لدينا في لسكا ويجانع التجارة الإدارة المقاولات وأنا محر لكم على الهدى لنا عملية فتفة هو أن تفضل دائم مدينة من سلطنة الأمين أنزانجاري وهذا هو أنزال المجاوع بينما تصلي المدينة ومدينة العملية السلطنة في الإسكا وخريبة نحن نشان في تلكونسين جنات سينمو وعلي عاملن فرتهبنا على هذا البروجأ دمنا للبزنس بإياله و في الخارة، انا فينس وطنوص في الخارج العام ووالوح تشاركه بجناتنا في اسكال البروجأة كانت محلقة ببنى أصدقائي في المداخلين في المجددة لكيما كان من الأول كالعب الفاتي كان كلا ، لفهم مزيدهان ما دقائم من سنة لفيض المداخل ربما في المطخرة كما شركاً كما اكتبع was لذلك المنزل وعلى الجهن المنزل فإيضا من الآن يوجد عمي مشعبات المداخل الفاتي يجب أن نزلج حذب تحصير حتى الإضافي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر